المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين الملف وما يجب أن يعيد النظر بسلوكهم وبأساليبهم وباستخدامهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية الأمين العام لحزب الله يدين الأعمال الإرهابية ضد الأبرياء ويدعو السلطات الفرنسية إلى معالجة أسباب الأزمة ويرحب بمقترح شيخ الأزهر حول تشريع قانون عالمي يجرم معادات الإسلام اليمنيون المحاصرون الغرباء في هذا العالم اليوم المعتدى عليهم الذين يواجهون الأمراض والجوع والحصار وكل الظروف الصعبة لا يلجأون إلى أي حجة أو ذويع ليتخلوا عن فلسطين سيد نصر الله يشهد بوقفة الشعب اليمني دفاعا عن النبي ويدعو إلى تشكيل تيار عربي وإسلامي لوقف الحرب على اليمن صحيفة يدعو تحرنوات الإسرائيلية ولي العهد السعودي عمل على تمتين علاقة نتنياهو بالسلطة في السودان ووزير الخارجية السودانية اعترف بأن التطبيع جرى عبر لي ذراع الخرطوم بكلام واضح لا يحتمل التأويل أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله رفضه وإدانة الإسلام والمسلمين لحادثة نيس مؤكدا تحريم قتل الأبرياء سيد نصر الله خلال أحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم قال أنه لا يجوز للسلطات الفرنسية أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد للإسلام والمسلمين معتبرا الطريقة التي تعاملت فيها فرنسا مع القضية خطأ قائلا أن تبرير الدفاع عن حرية التعبير غير سليم ولا صحيح واقترح سيد نصر الله كحل للمشكلة الأخذ بالاقتراح الذي قدمه شيخ الأزهر حول اعتماد تشريع عالميا لتجريم معادات الإسلام وتوقف السيد نصر الله عند الحشود الضخمة والكبيرة التي شاركت في إحياء مولد الرسول في اليمن وقال أنه يجب التوقف عند الدلالات القوية لحضور الشعب اليمني في ميادين الدفاع عن النبي رغم كل الصعوبات مشيدا بموقفهم الصلب بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية رغم كل شيء في المقابل نشاهد ما يقوم به الحكم في السودان من تطبيع دون ضغوط وبقرار منه فهل صحيح ما أورده الإعلام الإسرائيلي عن الدور السعودي في تسهيل التطبيع السوداني مشاهدين سيكون معنا في المسائية هذه الليلة وزير الخارجية لبنانية السابق الدكتور عنام منصور أيضا معنا من شمال بيروت الدبلوماسي اللبناني والأستاذ كريم بقرادون يحييكم ضيفي العزيزين مشاهدين أدانا الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حادثة الطعن التي جرت في مدينة نيس الفرنسية مؤكدا في كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف أن الدين الإسلامي يرفض مثل هذه الحوادث ولا يجوز للسلطات الفرنسية أن تحمل مسؤولية جريمته للإسلام والمسلمين وهذه الحادثة أيضا يرفضها الإسلام ولا يجوز أن يحسبها أحد على الإسلام يرفضها الإسلام والدين الإسلامي الذي يحاوي من قتل الأمبرياء أو الاعتداء عليهم أو إيذاءهم حتى لمجرد الاختلاف لانتماء العقائد وكل حادثة مشابهة سبقت أو تأتي دائما بالنسبة إلينا كمسلمين وبالدرجة الأولى من موقع الإسلام هي مرفوضة ومدانة في أي مكان وقعت هذه الحادثة أو أي كان المستهدف في فرنسا أو أي مكان في العالم هذه أول نقطة خلي سبقتها كأساس لكي بعدين يكون في وضوح الموضوع ثانيا في سياق هذه القضية وهذا الملف لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد يجري حمل المسؤولية لدين هذا الشخص أو لأتباع الدين الذي ينتمي إليه هذا الشخص سيد نصر الله اعتبر أنه حتى الأنظمة التي تبيع وتشتري في بعض قضايا الشعوب لا يمكنها تغطية إهانة نبي هذه الشعوب مطالبا السلطات الفرنسية بإعادة النظر في مفهوم حرية التعبير طيب إذا طلع واحد وحرية التعبير ونشر أسرار ومستندات تمس بالأمن القومة كيف تتصرف معه أمريكا والغرب كيف يتصرف معه إذا واحد عمل أو قال أمورا أو أعلن عن أمور أو كتب في مسائل قد تؤدي إلى فتن داخلية إلى حرب أهلية إلى إخلال في الأمن القومي كيف تتصرف معه حرية التعبير لا تقف عند كرامات أحد نحن نتمنى ونطالب بإعادة النظر لأنها ليست قيمة إنسانية هذا خلاف الإنسانية هذه ليست قيمة أخلاقية هذا خلاف الأخلاف وخلاف القيم الأخلاقية وبالتالي يجب أن يعاد النظر فيها مصر الله قال أنه يمكن الأخذ بالاقتراح الذي قدمه شيخ الأزهر حول اعتماد تشريع عالمي لتجريم معادات الإسلام والمس بالديانات السماوية والأنبياء والرسل مشيرا أن اعتماد تشريع عالمي يعفي السلطات الفرنسية من الأزمة يمكن الأخذ بالاقتراح الذي قدمه سماحة شيخ الأزهر والقاضي أو الفكرة التي تتحدث عن الدعوة إلى تشريع عالمي يحرم هذا النوع من الأعمال التي ترتبط بالمسلمين وبالأمة الإسلامية يمكن اعتماد نفس الصياغة أو صياغة مشابهة قريبة تتحدث مثلا اعتماد تشريع عالمي لتجريم المس بالأنبياء والرسل أو لتجريم المس بالديانات السماوية أو لتجريم المس بمقدسات الأمم مثلا أي صيغة من هذا النوع طبعا إذا اعتمت تشريع عالمي من هذا النوع هذا سيشكل حاكما قانونيا على حرية التعبير ويوجد مخرجا للحكومة الفرنسية ولكل الحكومات الأخرى التي تدعي أنها تحافظ على حرية التعبير وأن هذا جزء من قيمها وقوانينها معا الوزير حياك الله أهلا بك وأرحب أيضا معا الوزير كريم بقردوني كذلك أسعد الله مساءك معا الوزير بقردوني مساء حير نبدأ بهذه المقاربة التي قدمها الأمين العام لحزب الله هذا اليوم دكتور عدنان المقاربة كانت شاملة وضعت تشخيص وحلول كيف وجدتها اليوم يعني كان سمحت السيد واضح في هذا الأمر بكل التفاصيل يعني وضع النقاط على الحروف بأسلوب هادئ جدا ولكن وصل رسائل جد مهمة لفرنسا وحتى للعالم ككل مثلا على أساس أن اليوم لصق الإرهاب بالإسلام هذا غير مقبول واعتبار أن الذي يقوم بعمليات إرهابية طبعا مدان ولكن لا يمكن أن نصف أن هذا الإرهابي هو مسلم أو يعبر عن رسالة إسلامية أو ينفذ رسالة إسلامية عدم الخلط ما بين العمل الإرهابي والانتماء للدين لذلك نحن عندما قام الإرهاب في المنطقة المشرقية كنا نحذر دائما وكنا مع المسؤولين الغربيين أن هذا الإرهاب الذي يضرب في المنطقة سيرتد على دول أخرى أتوا منها وقلناها أيضا لكل المسؤولين في ذلك الوقت عندما كان الإرهاب يضرب في سوريا إذن لا يمكن أن أقول اليوم أن كل إرهابي يقوم بعمل ما هو إسلامي كما يسمونه في فرنسا أو يقولون أن هذا ما يمثله من دين ومن قيم مطلقا لذلك لابد من نظرة للأمر ليس من جانب واحد بعملية إرهابية في نيس جرت والعالم كله يدينه ولكن علينا اليوم أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل من استفزاز أيضا في الداخل الأوروبي يعني كان على فرنسا منذ عام 2010 لما نشرت مجلة شارلي إبدو الكاريكاتور المتعلق بالإساءة للرسول الأكرم كان على فرنسا أن تتخذ إجراءات منذ ذلك الحين لأن المسألة عندما ترتبط بالأمور الدينية ليست لها مفعيل كما ترتبط بالأمور السياسية ممكن أن أوجه انتقاد إهان أتلقى إهانة من أي مسؤول سياسي تمر ولكن أن تطال شخصية أو تطال نبي أو تطال حام الرسالة يعني تحتضن مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم هذا يعني إساءة لنبي يعبر عن قيم عن مبادئ عن أخلاق عن رسالة لا يمكن أن يتحملها عقل لذلك قلت أنه أثناء بجلة شارلي إبدو لما نشرت هذا الذي كان على فرنسا أن تتخذ إجراء قانون معين يحذر الإساءة للأنبياء أو للأديان أو لما تمثله شخصيات من قيم هذا ألا تعتبروا فرنسا وأوروبا الثقافة الأوروبية تقييدا لحرية التعبير للأسف هذا أعتبروا أنه هذا حرية الرأي ليس حرية الرأي اليوم نحن نرى منذ أيام أردوغان وجه إزاءة للرئيس الفرنسي انتفضت فرنسا طيب لماذا لا يقولون هذا حرية رأي حرية الرأي في السياسة حرية الرأي في الفكر الاجتماعي في الفكر الثقافي الاقتصادي كل شيء ولكن أن يمس جوهر الإنسان بقيمه بمبادئ بهذا غير مقبول يعني أتساءل اليوم حرية الرأي إذا كان أي مفكر أو أي باحث يريد أن يدرس مرحلة معينة في التاريخ الأوروبا ما يتعلق باليهود في أوروبا إذا أراد أن يدرس هذه المسألة ويضع نظرية تختلف فيما يتعلق بالهولوكوست أو فيما يتعلق بالضحايا الذين ذهبوا أثناء الحرب هذا يعتبر أن أنقص العدد يعتبر هذا جرم طيب لماذا؟ أين هي حرية الرأي؟ نعم إذا كنت أنا كباحث أو كدارس علي أن أستخدمها المسألة بتقديرك مع الوزير تحتاج إلى معالجة مسألة حرية التعبير وأين تقف ولكن للأسف هناك عنجهية في أوروبا علينا الإقلاع علينا أن نوخف هذه العملية يون وزير خارجية الدنمارك أول أمس يقول أن على الصحف أن تنشر الكاليكاتير المتعلق بالرسول الأكرم هذا لا يجوز هذا التأزيم هذا التأزيم هذا تشجع على العمل تسمحني أنتقل سيد كريم مع الوزير كريم بقردوني أراد اليوم الأمين العام لحزب الله أن يقول قال أشياء كثيرة مرة رسائل كثيرة لكن أراد أن يقول بأنه أو من جملة ما النتائج التي تحدث عنها والخلاصات بأن فرنسا أخطأت في المعالجة هل ترى أن فرنسا بالفعل أخطأت في معالجة هذا الملف كما أشار اليوم الأمين العام تسمح لي بالأول عيدك عيد الدكتور عدنين وعيد مجموعة الميادين وكل المسلمين بهذه المناسبة وبدأ بصورة خاصة ركز على مضمونك بسرعة على مضمون ما قاله سيد نصر الله وبدأ جوابك بعدين عن موقف فرنسا والغرب بشكل عام فيما يتعلق بمقاله أنا مع ثلاث نقاط يجب وضعه لإضاءة عليها أول نقطة سجلتون قدامي أول نقطة لا يجوز تعميم جريمة مسلم على كل الإسلام يعني هذه واضحة تماما مثل ما لا يجوز تعميم جريمة يهودي أو مسيحي على كل اليهود وعلى كل المسيحيين الأمر الثاني وقف دعم الجماعات التكفيرية بكل محبة بقول أن الجماعات التكفيرية ليست إسلامية فقط هي إسلامية وبين كل الأديان يعني التكفيري ما له دين واحد أولا ما عنده دين برأيه ومش من دين كل التكفيريين من دين واحد تالت أمر يعني أنا بدي ألتقي معكم هوني وألتقي مع هيدا لابد من مشروع عالمي يحرم كل اعتداء على الأديان والمعتقدات يعني وهيدا شيخ الأزهر كان بأصاب شيخ الأزهر حول هالنقطة ويمكن لبنان بصورة خاصة لبنان يجب أن يعمل لأنه هو بلد الأديان يجب أن يعمل لتأمين أو لتقديم مثل هذا المشروع ألا بدي رد على سؤالك بعد هذه ثلاث ملاحظات بدي رد على سؤالك فرنسا أنا برأيي مأخوذة بالبروبغاندا المعمولة عالميا بأنه الإرهاب هو إسلام وبدأت هذه العملية بالألفين وواحد لمن صارت فيها عملية 11 أيلول أنا بتصوري أن 11 أيلول لأنهم كانوا سعوديين معظمون ويمكن مسلمين كمان نزقوا الإرهاب بالإسلام وهذه اشتغلتها كثير منيح الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل أنا بأعتقد فرنسا يجب أن تعمل العكس يعني أن تذهب بتشريع عالمي مثل ما قال شيخ الأزهار وهذا دور فرنسا وبي رأيي دور لبنان مع فرنسا أنه نروح بتشريع عالمي لمنع الاعتداء على الأديان وتحريمة وتجريمة سيد كريم ألا يمكن أن يعتبر ذلك في أوروبا نوعا من تقييد حرية التعبير حرية التعبير يجب أن تطبق على كل شيء أو تقيد في بعض الأشياء أنا برأي حرية تعبير ككل حرية مثل حرية العمل مثل حرية الأحزاب مثل حرية الدول حرية التعبير يجب أن تكون هو المبدأ ولكن أيضا يجب لك كل مبدأ لديه فيه استثناءات ويجب استثناء بعض الأعمال بحيث دولة كفرنسا بدأت إرجاع فرنسا دولة كفرنسا بدل ما هي لمن بيكون أمر يتعلق بفرنسا أو يتعلق بإسرائيل بتصير حرية التعبير مطلقة أما لمن حدى من المسلمين أو من العرب أو من غير الأوروبيين والأمريكيين يريد أن يعبر بيصير ويطبقوا على ما يسمى قواعد التعبير أو حدود حرية التعبير أنا بقول في حرية التعبير مطلقة مبدئية مهمة ولكن أيضا لكل حرية أو لكل مبدأ في استثناء يجب وضع الاستثناءات اللازمة وتشريعة بحيث أن الحرية التعبير تكون للكل ليس لفئة دون فئة يعني هذا أنا أعتقد واضحة تماما ولبنان له دور في هذا المجال لأنه مشكل من عدم الأخذ بهذا الاحتراح معطاة لكل هذه الأديان عدم الأخذ بهذا الاقتراح اقتراح تشريع عالمي يمنع التعرض للرسل والأنبياء للمقدسات أو الديانات السماوية كافة للشعوب هل تعتقد بأنه ممكن أن يمنع لأسباب سياسية أو يعرقل أو لا يؤخذ به ممكن لأن القوة يعني ما بتحكي بالحرية القوة عنده حرية أكبر بكثير من الضعيف ولما بتحكي بالحريات بتطبق على مثلا الولايات المتحدة أكيد بالداخل في حريات ولكن لما بتتعامل مع دول دول العالم التالت أو الدول الأخرى ما بتطبق مبدأ الحريات يعني هاي واضحة وبدي أكد أنه لبنان له دور يعني هون عم بوجه كلامي لفخيمة الرئيس عم بوجه كلامي للرئيس الحكومي وعم بوجه كلامي أيضا للزميل يلي بدو يجي محل محل الدكتور عدنان يعني وزير الخارجي يجب يكون من عمله تبني مشروع تبني مشروع يلي هلأ حكينا عنه مشروع شيخ الأزهار مصر أكيد بتمشيه فرنسا يجب أن تمشيه ولبنان يجب أن يكون الطالب إلى الأمم المتحدة بتشريع من هذا النوع طيب في فكرة ذكرها الدكتور عدنان تتعلق وقالها السيد نصر الله اليوم تتعلق بمسؤولية الغرب عن الجماعات الإرهابية وعن دعم هذه الجماعات الإرهابية لا بد أن نتوقف عن هذه النقطة لا أعرف إذا كانت هناك تصريح إذا كان في تصريح للأمين العام حول هذه المسألة يمكن أن نعرضه إذا ما فيه نسأل عنه الدكتور مباشرة دكتور عدنان منصور مسؤولية الغرب عن الجماعات التكفيرية هذه مقاربة مهمة للغاية تسمح أنها جاهزة تسمح أن نتابعها وبعدين نقش تفضل فلذلك أنتم يجب أنتم فرنسيين أوروبيين أمريكان وأيضا حلفائهم بالمنطقة وما يجب أن يعيدوا النظر بسلوكهم وبأساليبهم وباستخدامهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لاستخدامهم كأدوات في المشاريع السياسية ومشاريع الحروب وما بتتعلموا بأفغانستان عملتوا هيك ودفعتوا الثمن بـ 11 أيلول ارتكبتوا بترجعوا بترتكبوا نفس الأخطاء نفس الأخطاء نفس الأخطاء استخدام هذا النوع من الجماعات كأدوات يجب أن يتوقف ولا أنتم الذين أيضا ستدفعون ستشاوي كون في دفع أثمان هذه الأخطاء دكتور عدنان هذه نقطة مهمة للغاية وتكاد تكون جوهرية في ما نتحدث عنه كممارسات لهذه الجماعات ولهؤلاء الأشخاص كفكر أيضا يكون في سوريا الآن في دعم لهذه الجماعات وحماية في إدلب على سبيل المثال هي ذات الجماعات تشبه الشخص الذي يعني هي ذات الجذر لهذا الشخص الذي ارتكب الجريمة في نيس هو الذي ارتكب الجريمة ينتمي إلى نفس الفكر إلى نفس الفكر التكفيري وهذا الفكر التكفيري لا يطال فقط يعني نقول غير مسلمين بالعكس طال المسلمين وفعل ما فعل على مساحة المنطقة الجغرافية المنطقية مشرقية من العراق إلى سوريا إلى لبنان هذا الفكر التكفيري استهدف المسلمين والمسيحيين في سوريا وفي العراق في سوريا وفي العراق وهو استهدف المسلمين أكثر من المسيحيين لذلك لا يمكن رفض هذا العمل الإرهابي بدين معين ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار مسألة مهمة من أين أتوا عشرات الألاف من المسلحين التكفيريين أتوا من أنحاء العالم وأتوا من أوروبا أيضا وهناك عدة ألاف أتت من أوروبا هؤلاء نشأوا في محيط معين محيط معين على مدار 40 سنة 50 سنة الماضية أنشأ العديد من المساجد وكان هناك خلف هذه المساجد أفكار تكفيرية تكفر يعني أشخاص هم يؤججون لهذه الأعمال ويؤججون لهذا الفكر الذي يلغي الآخر وليس يلغي الفكر مثلا يلغي المسيح لا حتى الفكر الإسلام الكل يلغي إذن كانت أوروبا الحاضنة لهذا الفكر شاءت أم أبت يعني برضاها أو بغير رضاها وعندما ذهب هؤلاء التكفيريين إلى المشرق وقاموا ما قاموا به من أعمال إرهابية كانوا يعتبروا على أنهم ثوار من قبل أوروبا من قبل الدول الأوروبية وأنهم يحاربون من أجل الحرية في أفغانستان كانوا ثوار حرية وبعدين أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما ارتكبوها أصبحوا إرهابيين كانوا يعتبرون الإرهابيين أنهم يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في سوريا لم نجد دولة أوروبية كانت تقف ضدهم مطلقا ومن أين استمدوا المال والسلاح وكل شيء حتى الآن حتى هذه اللحظة إذن هذه هنا تكمن مسؤولية أوروبا للمستقبل لأنه إذا ما استمرنا في هذا النمط على أساس أن نغض الطرف عن الإرهاب ونشجع الإرهاب بوسيلة أو بأخرى في أكثر من مكان وأكثر من بلد هذا يعني أننا نفتح جبهة عالمية لأمام الفعل ورد الفعل سأخذ تعليق من الأستاذ كريم قبل أن ننتقل إلى موضوع اليمن أستاذ كريم حول هذه المسألة تحديدا تفضل أولا أنا بحكي الدكتور عدنين ما فيه إلا وفقه وبالتالي أنا موافق على كل كلمة أنا موافق على كل كلمة إيلا وأضيف فقط إضافة جانبية أنه الدول هي المسؤولة عن الإرهاب يعني كل دولة إذا تمنع الإرهابيين داخلها من تسليح وتدريب وقيام بعمليات الإرهابي بنضم الإرهاب عالمي ولكن ما فيك تاخده عالميا والشيء الثاني في دول هي شغلتها تسلح وتصدر الإرهاب يعني تركيا هي دولة بتسلح وتصدر الإرهاب ويحني على الإرهابيين بسوريا تبعوا تركيا يحني بسوريا ويمكن جايين على لبنين من حلال الحدود السورية الأمر الثاني مش بس تدريب وتسليح فيه تفكير أنا برأيي فيه مدارس وبحكي عن الجامعات يمكن عن الكنائس بس خليني أقول فيه مدارس دينية تشتغل على خلق شخصيات إرهابية وبثير ثقافة هؤلاء الأشخاص هي الإرهاب يقف ويجب وقف هذه المدارس يعني هالأمرين تسليح وتدريب وتصدير الإرهاب يجب وقفه من كل قبل كل دولة وما نعمل مثل تركيا مثل ما عم تعمل تركيا حاليا وشغل التالي لازم وقف كل المدارس من كل الأنواع الدينية وغير الدينية يلي بتخلق شخصية هون في السياسة بتبرر له أعمال الإرهابية وما تبقى قبل الدكتور عدنان في مسألة معركة الجرود التي حصلت عندما كانوا على الحدود الشرقية اللبنانية تم منع الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية لفترة طويلة من القضاء على هؤلاء أيضا في سوريا كل منطقة كان يحررها الجيش السوري كانت هذه الدول تدين ذلك اليوم في إدلب في إدانة أيضا قبل يومين من الولايات من جيمس جيفري لعملية عسكرية في إدلب ضد هؤلاء الجماعات وهذا الفكر بالتالي في نوع من المقاربة الراهنة السياسية الراهنة لكيفية حماية هذه الجماعات واستخدامها واستثمارها وبالتالي الإدانة لاحقا عندما تذهب إلى المجتمعات الغربية والأوروبية وريد أن نتوقف عندما ما قاله الأمين العام حول اليمن لأن توقف الأمين العام في الحديث عن كل المظاهرات التي خرجت نصرة للنبي محمد في العالم العربي والإسلامي التوقف عند اليمن تحديدا كان له دلالة نتابع ما قال بالدرجة ويشرح 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 ويوضح ويختم في نهاية الموقف وقوفهم الحازم والقاطع إلى جانب القضية الفلسطينية إلى جانب الشعب الفلسطيني انظروا اليمنيون المحاصرون الغرباء في هذا العالم اليوم المعتدى عليهم الذين يواجهون الأمراض والجوع والحصار وكل الظروف الصعبة لا يلجأون إلى أي حجة أو ذوية ليتخلوا عن فلسطين أو عن القضية الفلسطينية أو عن الشعب الفلسطيني دكتور عدنان منصور التوقف عند اليمن ربما شرح أسباب هذا التوقف الأمين العام لحزب الله وكانت مليونين اليمن لافتة صحيح من أكبر المظاهرات التي حصلت في دول العالم الإسلامي وأن تحصل في اليمن الذي يتعرض لحرب وهو في وضع اقتصادي ومعيشي واجتماعي صعب جدا أن تحشد هذه الجموع بعدد هائل بعدد كبير هذا إشارة وهي رسالة أيضا أيضا رسالة للخارج أن ما جرى يشكل إهانة للعالم الإسلامي ككل وهذه الجماهير هي تجاسد الفكر الذي تنتمي إليه العقيدة الدينية التي تنتمي هذه صورة من المسيرات التي خرجت في صنعاء وفي عدد من المدن اليمنية نشاهدها يعني فعلا الجموع غفيرة خرجت في اليمن وهذا كان له أكثر من دلالة وأبعد من الدلالة دلالة سياسية قم قلت لأن الإساءة لم توجه لشخص سياسي أو لرئيس دولة أو لمسؤول لا يعني الإساءة تشكل تضرب في الصميم كل إنسان ينتمي إلى هذه العقيدة ينتمي إلى هذا الدين أو ينتمي إلى هذا الرسول الأكرم لذلك وجدنا كيف أن الانتفاضة حصلت على مساحة العالم الإسلامي ككل وهذه هي رسالة على الخارج أن يتلقفها أن يأخذها بالاعتبار وليست أنه مسألة والله مسألة كاريكاتور ويمر لا أبدا حتى لا نفسح المجال للمستقبل أمام الفعل ورد الفعل وهذه أمور لا يمكن بعد الآن أن تمر يعني هذا الكاريكاتور الذي جرى في الأيام الأخيرة لا أتصور أنه إذا ما تكرر مرة ثانية وثالثة ستمر الأمور بطريقة سهلة لا قد تدفع للمتطرفين للفعل أكثر في الداخل الأوروبي وفي العالم طب هنا معاني الوزير مسألة المطبعين طالما نتحدث عن اليمن في دول الآن تتحالف مع إسرائيل وتوقع اتفاقات سنتحدث بعد قليل بعد الفاصل عن السودان لكن إلى أي حد هذا المشهد في اليمن وهذا المشهد في العالم العربي الذي أيقض لدى المسلمين الشعور بأهمية وضرورة الدفاع عن المقدسات أحرج هذه الدول التي تتحالف اليوم مع الإسرائيل كانت الأمور تتجه باتجاه المقاطعة مع تركيا كانوا يطالبون مقاطعة البضاعة التركية وأذبي أن الناس سقاطع البضاعة الفرنسية بدل التركية كانوا يعني عززت صورة إردوغان في العالم الإسلامي لأنه ظهر بمظهر المصرح والمدافع والمواجه لفرنسا إلى أي حد هذه الدول تضررت من هذا المشهد فيما يعني علينا النص الجانب السياسي عن الجانب الديني يعني الدول التي قامت بعمليات الاعتراف أو التي لها علاقات معها هذه العلاقات ستستمر لا أتصور أن ما جرى يمكن أن يخفف أو أن يوقف هذه العملية لا يعني في مجال السياسي الذين يطبعون والذين يعترفون والذين يتعاونون سيستمرون ولكن في الناحية الدينية هنا أثيرت المشاعر للمسلمين عامة على في العالم اليمن بعد الوزير كريم بقردوني أحيت الأمل اليوم كل أغلب التعليقات للصحافة والصحف العربية تتحدث عن حالة عربية سيئة عن نوع من الخضوع العربي نوع من الخروج العربي من التاريخ إلى آخره اليوم اليمن إلى أي حد هذا المشهد الذي شاهدناه في اليمن يعطي أمل أستاذ كريم أنه لا هذه الأمة فيها فيها نبض وفيها روح تحدي وفيها قوى ليس فقط أشياء معنوية فيها قوى تستطيع أن تعيد التوازن للحالة العربية من جديد وتستمر رغم كل ما نشاهده من انكسارات هنا وهناك أنا بدي أعمل ملاحظتين فيما يتعلق باليمن أولا اليمن شعب مقاوم يعني يجب أن نتذكر جميعنا أنه الغرب المجتمع أنه الإنجليز والفرنسيين حاولوا السيطرة على اليمن وكبت الشعب اليمني ما قدروا وبالتالي أنا بعتقد أنه اليمن شعب حاليا شعب أصلا روحيته شعب مقاوم والآن أعتقد أنه اليمن الشعب اليمني يقوم بمقاومة حقيقية للحفاظ على قرار ذاتي وتقرير مصيره هو مش الآخرون مين مكان هؤلاء الآخرون هذا النقطة الأولى نقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع اليمن أنا لا أفهم أبدا كيف يسقط الكل العالم يتركون هؤلاء هذا الشعب اليمني بالوضع الذي نوصف يعني الجوع والفقر يتركون و بذات الوقت يهتمون بأمور كثيرة أخرى تتعلق بمبدأ الحريات وتقرير المصير اليمن يريد تقرير مصيره شعب اليمن يريد تقرير مصيره الأمر الثاني منذ 2011 بيّن أن الشعوب العربية بشكل عام غير الأنظمة العربية وبالتالي هذه نقطة يجب الدرسها بكل تجرد أنه في حركة عربية قامت شعبية قامت في هذه المنطقة تريد نظام آخر وأعتقد أن المنطقة ذاهبة إلى نظام آخر يشبه نظام الشعب اليمني ومطالب الشعب اليمني أيضا في نهاية خطاب الأمين العام تحدث عن لبنان وقال وقال الأجواء فيما يتعلق بتأليف الحكومة معقولة يعني لم يقل جيدة جدا أو ممتازة ولم يقل لا بأس بها قال معقولة وهذا المصطلح كلمة معقولة يعني وكانه أراد أن يقول جيدة ولكن سنستمع ما قال ثم نعلق طبعا الكل يعرف أن أوضاعنا في لبنان يعني المالية والاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره هي لا يمكن أن تدار وأن تعالج بدون حكومة ذات صلاحياتها القانونية لا يمكن نستمرها في حكومة تصريف أعمال لذلك نحن نحمل هذا العمل معطياتنا أن الأجواء معقولة وإيجابية وجيدة لا نريد أن نبالغ في الإيجابية لكن الأجواء معقولة نحن من جهتنا سنتعاون وكل ما نستطيع أن نسهل إن شاء الله سنسهل كثير مما ينقل في وسائل الإعلام وفي المقالات وليس صحيحا بعضه ليس دقيقا بعضه ليس له أي أساس من الصحة على خصوصا فيما يتعلق بنا وبمقاربتنا لتشكيل حكومة معالي الوزير الأجواء معقولة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وكأن الأمين العام لديه ما يقوله في موضوع تشكيل حكومة ولكن أرجع ذلك ولم يحسم يعني قال أنه معقولة أن الأمور تسير بشكل مقبول ولكن علينا أن ننتظر النتيجة يعني إذا كان هناك من التباسات أو كان هناك من اختلافات في وجهة النظر مع أفريقاء آخرين فيما يتعلق بسمحة سيد قال نحن سنسهل بس ولكن التسهيل من جانبه علينا أن نرى إذا كان هناك من تسهيل آخر من جانب الأفريقاء الآخرين لأنه إذا كان هناك من عقبات أو هناك صعوبات هذا يعني أننا علينا أن ننتظر نعم أستاذ كريم يعني الأمور لم تحسب بعد عندما تحدث الأمين العام أنه ما يكتب في الصحافة حاليا ليس دقيقا كثير من الأمور أو كثير ما نشر خلال يومين الماضيين وضع تفاصيل حول الوزراء والأسماء وتداول الحقائب وأغلب ما نشر يتحدث عنه الحكومة يوم الأثنين أو يوم الثلاثاء المقبل في لبنانيا هل كلام الأمين العام أراد أن يقول أو يمكن أن يفهم أنه لا يجب أن ننتظر أكثر من ذلك يعني بشكل عام كان المتوقع أنه في نهاية هذا الأسبوع يتم الإعلان عن تشكيل الوزرية وكلام الأمين العام معقول يعني كلمة معقول سخدمت بشكل جيد يعني مش مسكر الطريق ولكن ما بدأ شغل ويلي عم بينعمل معقول وأنا ببعض وخلينا اعترف كمان بشيء آخر قدروا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنه يحافظوا على سرية المفاوضات يلي عم تتم وهذا جيد أنا وأعتقادي شخصي أنه متفهمين متفهمين بشكل عام ولكن اللي مندخلوا بالتفاصيل وكلنا نعرف موضوع التفاصيل اللي مندخلوا ببعض التفاصيل صار فيه بعض وجهات النظر وأنا مقتنع بتفاهم عام بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري ولكن أعتقد أنه لدى الرئيس الحريري أيضا معالجة بعض جوانب المطروحة عنده يعني المطروحة خاصة ومتوخزني بالكلمة بالطائف السنية في موضوع معالجة للطائف السنية رئيس الحكومة محتاج لبعض الوقت تينهيه كمان وأنا كما أعتقد أنه ملح طول كثير ومثل ما قال سيد أنه معقول أنا برأيي في وقت معقول لحيتم تشكيل الحكومة طيب نذهب إلى فاصل بعد إذن ضيوفنا ومشاهدينا بعدها سنتحدث عن السودان آخر التصريحات الصادرة من السودان حول الأسباب التي دفعت به لإعلان التطبيع مع إسرائيل فاصل ونعود جدداً حياكم الله وزير الخارجية السودانية يتحدث عن لي ذراع الخرطوم في ربط اتفاق التطبيع برفع اسمه عن قائمة الدول الرعية للإرهاب والإعلام الإسرائيلي يكشف الجهد السعودي في إرساء التطبيع بين تل أبيب والخرطوم فأي مسار سيتخذ التطبيع الإسرائيلي السوداني تقرير مريم عثمان مشهد التوقيع الرباعي هذا من المنتظر أن تشهد واشنطن نظيراً له في القريب العجل السودان المواقع الجديد والأيدي الخفية وراء التوقيع سعودية مرة جديدة صحيفة يدعو تحرنوت كشفت في هذا السياق أن أصدقاء إسرائيل ساعدوا الموسادة الإسرائيلية على تمتين العلاقة بين رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو والخرطوم ومن بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصحيفة أشارت إلى أن ابن سلمان وظف تأثيره وعلاقاته مع رئيس الموساد يوسي كوهين من وراء الكواليس وفتح محفظته لتمرير التطبيع الإسرائيلي السوداني اتفاق التطبيع الذي سعى إلى تحقيقه محمد بن سلمان لا يحظى بإجماع سوداني حتى منذ ما قبل الإعلان عنها وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين نفسه وصف الاتفاق بالمبدأي والشفاهية قائلاً إنه لي ذراعاً بعد ربطه من قائمة الدول الرعية للإرهاب عشان نطلع من هذه الحلقة الشريرة كان بالضرورة أن نحن نتعامل مع المسألة بهذا الأساس لكن برضو إثباتنا لذاتنا ولأننا نحن ما إرهابين وما كذا وما كذا قلنا للحكومة الأمريكية نبطل الشغلاني دي من الأول إذا لم أعلنت أولاً أنه السودان بيطلع الحلقة الشريرة التي عملت الحكومة السودانية على الخروج منها عبر التطبيع بحسب قمر الدين ترى الكثير من القوى السودانية أنها ستكون داخلها بعد التوقيع لا للتطبيع لا للرملاء تجمع المهنيين السودانيين اتهم في هذا السياق الحكومة الانتقالية بتغيب الشفافية وبإخفاء الحقائق وخداع الشعب في مساعيها للتطبيع مشدداً على أن الصفقة الإسرائيلية السودانية لا تخدم سوى واشنطن وتل أبيب ولن تعود على الشعب السوداني سوى بالمزيد من الانقسام دكتور عدنان منصور لاحظت الصحفي السوداني الذي رمى المايكريفون في وجه وزير الخارجية هو يتحدث عن التطبيع لا أعرف إذا كان أو بالتأكيد يعني الزملاء لديهم المقطع كامل نعرض وبعدين ممكن نتحدث عن ما يجري فيه السودان نتابع ما قاله الصحفي بالكامل أمام وزير الخارجية السوداني نتابع نحن الآن قد أصبنا في كرامتنا قد أصبنا في عزتنا أنتم الذين أتيتم من أوروبا ومن أمريكا ومن واشنطن كنتم تتزكعون في شوالع أوروبا وواشنطن وتذهبون إلى البرلمانات تطالبون أن يوضع السودان في قائمة الإرهاق والآن تجلس أنت رئيسة للجراء لا يستقيم هذا عقلا ولا منطقا وأنت الشخص الذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان في قائمة الإرهاق وكأننا نتمثل قول الشاعر وداويني بالتي كانت هي الداؤ أنت لا تستحق هذا المنصب وكل هؤلاء الذين كانوا في أوروبا وجاءوا يحكمون الآن غيروا تجيرين بأن يحكموا هذا الشعب العظيم وتتحرك الأمة السودانية عن بكرة أبيها لتقول لا لا لإسرائيل لا للتطبيع لا للعملاء سأطلق من هذا المشهد معا للوزير في سؤال لحضرتك وأيضا للأستاذ كريم الاتفاق الذي وقعه السودان أقرب لاتفاق 17 أيار في لبنان منه إلى اتفاق الإمارات إسرائيل أو حتى اتفاق كام ديفيد 79 في مصر وبالتالي مرشح لأن يلقى ذات المصير لا أتصور لأنه ضغوط كبيرة على السودان هناك ابتزاز من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لرفع العصار عن السودان لرفع العقوبات عن السودان عليها أن تعترف بإسرائيل وهذا الاعتراف يتم عبر وصائط عربية مختلفة تضغط أيضا باتجاه السودان من أجل حمله وضع لبنان مكان أصعب من السودان في ذلك الوقت طبعا ليس هناك من مبرر مطلق فيما يقوله المسؤولون السودانيون على أن لي الزراعة السودانية من أجل رفع التطبيع علينا أن نعترف أبدا تبرير للشعب سوريا تحت العقاب العقوبات إيران تحت العقوبات هذا ليس زريعة أو حجة للاعتراف ولكن المسألة المسألة العلاقات مشستمدة منذ عام 54 من زمن الصديق المهدي كان هناك علاقات إسرائيلية مع الصديق المهدي في زمن اسماعيل صديق والد صادق في زمن اسماعيل الأزهري على أساس اسماعيل الأزهري كان يميل إلى الوحدة مع مصر ولكن هو كان رئيس الكتلة البرلمانية الكبيرة خسر الصديق المهدي صديق لا يريد الوحدة مع مصر اتجه إلى إسرائيل من أجل طلب المساعدة لفك الارتباط عن مصر وحصل الانفصال سنة 56 استمرت العلاقات في زمن جعفر النميري وفي زمن البشير وآخذت مجرها في الأشهر الأخيرة عندما انتهت في أوائل السنة البرهون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كان هناك تمهيد من أجل إقامة هذه العلاقات يعني المسألة مرتبطة ما بين الحكام وليس بين الشعوب الشعب السوداني أعرفه جيدا وخدمت في هذا البلد شعب عربي شعب ينتمي إلى أمته شعب لا يقبل بأي صورة من الصورة ولكن للأسف هناك طلاق ما بين الأنظمة وبين الشعوب في السودان في قواحية في تيارات في هذا الصحفي يعبر عن مستوى لشاهدنا مستوى يعني الحراك أو الحيوية السياسية داخل السودان وبالتالي قد يكون السودان مختلفا أستاذ كريم بقردوني عن الدول التي وقعت طبعاً السودان سودان سودان رئيسي في التركيبة العربية يعني وبالتالي يعني هو خارج عن ما يسمى الخليج العربي هو قائم بحد ذاته وبأعتقد من أكبر دول للعالم السودان أن يعترف أو أن يطبع أو أن يبرر علاقته بإسرائيل أنا برأيي وخاصة علاقته الحالي القرار الحالي لا مبرر له على الإطلاق وأنا ما اقتنعت أبداً بالتبرير القائم لماذا يريد السودان يمكن للسودان أزهاب إلى عدة دول كبيرة وهو أغنى دول العالم السودان لهذا سبب أنا أعتقد أن هذا تبرير ليس بمحله اليمن أفقر من السودان بوضع أصعب ما أعترف هذا وأنا برأيي ما قدمت الذي قدمته السودان لسبب أنا أخشى يمكن من كلمة أخشى وليس مضبوطة أتوقع أتوقع أنه الشعب السوداني سينقلب على الحكم الحالي وسيكون هناك مشاكل كبيرة في السودان ضد هذا القرار الذي يقيم وبدليل أنه ما قاله الدكتور عدنين كذا مرة صار فيه علاقات مع إسرائيل ولا مرة تثبت وكل مرة باسم فلسطين تقوم الانقلابات في السودان وأنا متوقع هالمرة يكون في حالة انقلابية عم تتحضر في داخل السودان أشكرك مع الوزير كريم بقر الدوني الوزير اللبناني السابق كنت معنا من شمال بيروت دكتور عدنان منصور الوزير اللبناني وزير الخارجية اللبنانية السابق أشكر حضورك هنا إلى السوديو ومشاهدين المسائية انتهت شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة